جاء معادنا دلوقتي وفقرة مي سي سي تيبس مي سي سي تيبس النهاردة فيها كلام كتير وكلام مهم جدا تعالوا ننزل المعادل الهندسية ونشوف مي سي سي تيبس فيها ايه النهاردة موسيقى 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 مي سي تيبس النهاردة موجودين في المعادل الهندسية عشان هنرجع تاني نتكلم عن السمكارة ودوكو لان الموضوع طلع مش سهل موضوع طلع كبير جدا ولقى اسئلة عليه كتيرة جدا وبصراحة يعني اممممم مش هينفع يكون نكون موجودين في المعادل الهندسية في الفرع بتاع السمكارة ودوكو وما نتكلمش مع المهندس حاتف. زيكم اشمهندس? اه اه اه. اغبار حضرتك ايه? تمام. موضوع طالع اه في اسئلة كتيرة جدا في السبكرة اوه موضوع عميق يعني. دلوقتي في ناس بتسأل على الفرق ما بين نوع البوية الكويس ونوع البوية اللي مش كويس يعني هل بيفرق مسلا ان انا لو راح راش العربية بتاعته بنوع بوية معين هتفرق عن نوع بوية تاني و اي اللي هيحصل? ده سؤال مهم جديد. طبعا بتفرق اه اي نوع بوية بيفرق الجودة بتاعته والحاجة دي. هي حاجة بسيطة اه زي ما انا بروح اعمل بدلة بجيب قماش كويس او قماش رخيص ايه اللي بيعيش وايه اللي بيبقى شكله كويس. فلازم الجودة بتاعة البوية تتوقف عالصانع. في صنعات جيدة احنا عارفين في العالم وفي صنعات رديقة. فلازم البوية الكويسة تبقى هي اللي بتعيش وهي اللي بتديني اه طايم اكتر تقدر عايش اكتر ما يحصلش فيها تغير في الكولر اكتر. اللي بيتغير. اه اي اي لون العوامل الجوية بتأثر فيه. بس في عوامل الجوية تأثر بعد خمس سبت سنين وفي عوامل الجوية تأثر لو البوية مش جيدة هتأثر بعد ستوش. يعني ده الفرق الكبير يعني ده.